اهلا بكم بيبتجي في المناب شابين اخوات وبنت من امريكا بيشوفوا اعلان على الانترنت وبيكون الاعلان عن مسابقة حتتعمل في استراليا والمسابقة عبارة عن انهم هينزلوا في قفص حديد في الماية واستعدت كبير من القروش المفترزة وحيستمتعوا برحلات في استراليا وفوق كل ده هياخدوا جايزة كيمتها 100 الف دولار للي هيختاروهم يشاركوا في المسابقة ديت والشابين دول بيكون اسمهم جوش و جيف ومعهم جانا حبيب جيف فبيكرروا انهم يشتركوا في المسابقة علشان يكسبوا الجايزة ويحسنوا من حياتهم وبيتكون من شروط المسابقة دي انهم يعملوا فيديو تعريفي عن نفسهم لمدة 7 دقائق فبيبدأ جيف يصور الفيديو ويعرف نفسه هو جوش و جانا وبيقول انهم عايشين مع بعض في بيت واحد في امريكا وحياتهم سعيدة اسرة مع بعضينا وبيقولوا انهم شافوا اعلان المسابقة بالصدفة فبيكرروا انهم يشتركوا التلاتة وبيخلص الفيديو وبيبعا طول المسابقة علشان يرشحوهم يشتركوا في المسابقة وفعلا بيتيبلوا التلاتة في المسابقة وبياخدوا معاد رحلتهم لأستراليا علشان ينزلوا في قفص وسط اسماك الكرش هناك وبيفضل جوش طول الطريق بيصور اللي بيحصل علشان يوصق الذكريات ديت وعلشان يعرض فيديوهات ديت لما يكسبوا المسابقة وبيروحوا للملاهي علشان يحتفلوا بقبلهم في المسابقة وبيكون جوش مصور كل ده وتاني يوم بيودعوا أهلهم علشان يسفروا لأستراليا ويحضروا المسابقة ولما بيوصلوا لهناك بيكون في انتظارهم هناك جون صاحب جيف وبيعرفهم على الأماكن السياحية في استراليا وبياخدوا من الرحلات بحرية علشان يشوفوا الأسماك والكروش وبيرجعوا على بيت جون وبيفضلوا يشربوا في غمره طول اليوم وتاني يوم بيصور جيف فيديوه لنفسه وهو بيوعد ميجانة انه ما هيخطبها أول ما يكسبوا المسابقة وبيوجه الكلام ده للاجنة المسابقة وبيطلب منهم يساعدوا يتقدم لخطبة ميجانة ويفاجئها على المسرح اللي حيتكرموا عليه وبيعرف خاتم الخطوب على الكاميرا اللي اشترى لميجانة وفاجأة بتدخل عليه ميجانة القوضة فبيغطي جيف في الكاميرا بسرعة قبل ما تشوفه فبتقول له ميجانة ان والدتك بتتصل عليك فروح رد عليها وفعلا بيروح يتكلم في التريفون في الوقت ده بيجي جوش أخوه يتكلم مع ميجانة وانا بنكتشف ان ميجانة بتخلون جيف مع أخوه جوش وتاني يوم بيروحوا للمدينة اللي حيتم فيها المسابقة علشان فاضل يوم واحد ومسابقة تبدأ وهناك بيقعدوا في فندوق قريبا الشاطئ علشان يقدوا اليوم ده فيه وفي الفندوق بيعرض جيف لأخوه الفيديو اللي صوره لنفسه وبيقعد ميجانة بالخطوبة فبيضيج جوش أول ما بيشوف الفيديو علشان عرف ان جيف حيخطب ميجانة لانه هو كمان بيحبها بس بيلاحظ في الفيديو ان الفيديو فاضل يسجل بعد ما خرج جيف من القوضة فبيقوم بسرعة وبيحضن جيرش أخوه وبيبعدوا عن شاشة التلفزيون علشان ما يشوفش ميجانة وهي بتخونه معاه وتاني يوم بيروحوا للشاطئ علشان ده يوم المسابقة وبيركبوا كلهم المركب وبيبدأوا الكبتان يعرض عليهم فيديو عن المغامرة اللي هم هيخضوها وبيقولهم ان نسبة تصابتهم بأي ضرر قليلة جدا لانهم هيكونوا جوا قفص حديدي كوي جدا ومتين وبيطلب منهم يمضلوا على ورقة اخلاق مسئولية قبل ما ينزلوا القفص وبيجهزوا نفسهم بعد كده علشان يبدأوا المغامرة وفي نفس الوقت الكبتان بيرمي قطع اللحمة في المياه علشان تجذب انتباه الكروش وبينزل جيف وأخوه ميجانة للقفص علشان يبدأوا المغامرة وبيكونوا مبسوتين جدا بشكل أسماك الكرش وهي قريبة منهم وبيكونوا في نفس الوقت خايفين منها جدا وأثناء استمتاعهم بالمنظر الكروش بتيجي موجة عالية وبتدرب المركب وبتبدأ المركب تغرق وبيقعوا كلهم في المياه وبتبدأ أسماك الكرش يتهاجم الأشخاص اللي كانوا عن مركب وتاكلهم لكن جوش وجيف وميجانة بينجحوا النوم يهربوا منهم البعيد ويعوموا بعيدا عن القروش وبيفضل جوش يصور كل اللي بيحصل ده وبيصور فيديو ليه وهو بيقول على مكانهم وبيحكي على كل اللي بيحصل لهم وبعد شوية بيشوفوا مركب معادية لكنها بتكون بعيدة عنهم فبيحاول جوش إنه يقوم ناحيتها علشان يطلب منهم المساعدة لكنها بتكون بعيدة عنهم جدا وحيموت قبل ما يوصل لها فبيرجع تاني ناحية جيف وميجانة في الوقت ده بتشتكي ميجانة من جرح في رجليها وبتقولهم إنها خلاص مش قدرة تقاوم أكتر من كده وإنهم حيبضلوا في مكانهم لحد لما يجي حد يساعدهم وفي نفس الوقت بتقصل للشرطة قبار إن في مركب غرقانة في المياه فبتبعد طيارة تنقاذ علشان ينقذوا مصابين وأي حد لسه عايش فبتروح الطيارة لمكان غرق المركب لكنها بتكون على ارتفاعه عالي جدا فمش بتشوف ولا جيف ولا اللي معايا فبيحاول جوش إنه هو يشد انتباهه ويعمل أي صوت لكن محاولاته كلها بقت بالفشل فبيتكرروا إنهم يفضلوا مستنيين لحد لما حد يجي ينقذهم وبالليل بيكونوا مش شايفين أي حاجة إنه مفيش إضاءة في المياه خالص وبيكون الحل الوحيد ليهم علشان يشوفوا إنهم يستخدموا الإضاءة الليلية في الكاميرا اللي معاهم علشان يشوفوا بيها فبيشغل جوش الإضاءة الليلية وبمجرد ما بيبص في الكاميرا بيلاقي فيه سندو جاي نحيتهم فبيحاول يوصل لهو جيف وبمجرد ما بيفتحوا السندو ده بيلاقوا فيه قرب انقاذ وبيلاقوا أكله وشربه وده بجيبه وحاجة ساقع وبيبس وبعدين بيفردوا أرجل انقاذ علشان يركبوا فوقه وده لإنهم لو فاضلوا في المياه وقته أطور حيغرقوا من التعب أو القرش حتاكلهم أو حيموتوا من الساعة وبيبدأ يأكلوا ويشربوا من الأكل والشرب اللي كان في السندوك لإن بيكون فتح اليوم أكتر من سبع ساعات اليوم في المياه وبيكونوا جعانين جدا وعطشانين وبيكون جوش لسه بيصور كل اللي بيحصل وفجأة بيحسوا إن فيه حاجة بتعوم قريب منهم فبيخافوا إلا تكون دي سمكة قرش فبيطلعوا يشوفوا إيه اللي بيعوم قريب منهم وبيلقوا بنت من اللي كانت معهم على المركب فبيشدوها معاهم على القارب وبيحاولوا إنهم يفوقوها لكنها بتكون ميتة فبالصدفة بتشوف ميجانة شمروخ في جبل بنت دي شكلها كانت نازلة تشجع السمك الأهلاوي اللي تحت المياه وبتقولهم إنها ممكن تستخدمه وتنقذه فبيحذرها جيف إنها تعمل كده لإنها ممكن تولع في القارب كله لو ولعت الشمروخ لكنها ما بتهتمش بكلامه وبتشد الفيتيل بتاعه وبتتسبب إن القارب كله بيولع فبينطوا كلهم من القارب وبيسيبوا جوزة البنت دي تتحرق جوه القارب وبيبدأ الجوش يزعع لميجانة لإنها كانت حتتسبب في قتلهم كله وبتكون ميجانة منهارة وبتفقد عصبها فبتفضل هي كمان تزعع لجوش وبتقوله إنه هو السبب في النوم هنا وإن هي مش عايزة تموت لكنها بسببه ممكن تموت في أي وقت بسبب هجوم الكروش عليهم فبيبدأوا إنهم يحاولوا يهدوها لكنها بتكون متعصبة جدا فبيتعصب عليها جوش وبيقولها إن هي السبب في النوم هنا لإنها هي ولعت الشمروخ في القارب وكانت ممكن تقتلهم كلهم وإن كل اللي بيحصل ده بسبب إنها بتكذب عليه هو وجيف فهنا بيستقرب جيف من كلام جوش وبيسأله إزاي ميجانة بتكذب علينا فبيحاول جوش إنه هو يهرب من السؤال ويخلي ميجانة تسكت في الوقت ده بيفهم جيف إنهم بيخنوا مع بعض وبيكرر يبعد عنهم وبيقولهم إن إحنا لو تم إنقذنا أنا مش حرجع عيش معاكم تاني وبيبدا يعوم بعيد عنهم فبيتحاول ميجانة إنها توصله علشان تحتزره على كل اللي حصل ولكن فجأة بتيجي معلها سمكة إرشي بتاكلها فبيرجع جيف بسرعة علشان ينقذها لكنها بتكون ماتت خلاص وكمان مش بيلقوا جثتها وبيفضلوا يدوروا عليها لحد تاني يوم وبييجي تاني يوم وبيبدأ جيف يتعب لإنه بقيله يوم في المية وبيكون ما أخدش الأدوية بتاعته وبنعرف إن جيف بيعاني من مشكلة في القلب ولازم ياخد الأدوية بتاعته في معادة باستمرار ولكن بسبب وجودهم في المية ما أخدش الدواء بتاعه وده بيكون مؤثر على صحته جدا خصوصا مع المجهود اللي عمله طول اليوم ولكن جيف ما بيقدرش يقوم أكتر من كده وقلبه بيقف و بيموت فبينهار جوش لإنه فقد أخوه حبيبته في نفس اليوم وبيحمل نفسه زن بموته لإن جيف عرف خيانته ليه قبل ما يموت فبيشغل الكاميرا وبيسجل فيديو وبيهتزر فيه لجيف وميجانة على اللي حصل وبيقول إن لو حد لقى الكاميرا جي في أي وقت مايقولش على جوشي إنه هو إنسان سيء لإنه ما كانش يتوقع إن كل ده يحصل من البداية وهم بس كانوا طمعانين في الجايزة بتاعت المسابقة وبيبتجي يودع أهله وبيقولهم إنه بيحبهم جدا وكان نفسه يبقى معاه وأثناء ما جوشي بيسجل فيديو بيهجم عليه سمكة قرش ويتاكله وفي الوقت ده بتكون الشرطة وصلت وبتبتجي تدور على المركب المفقود وبيكون عدد الأشخاص المفقودين 27 شخص وبينتشر الموضوع ده على كل الكنوات وبيقول شخص مسؤول من الشرطة إنهم بيدوروا على المفقودين علشان ينقذوهم وإن شاء الله حيحاولوا ينقذوا أكبر عدد ممكن وبعد فترة طويلة بيبقى فيه ثلاث شباب في رحلة نغوص لنفس المكان اللي مات فيه جوش وهم بيختصوا بيلقوا في المياه الكاميرا اللي كان بيصور بها جوش المغامرة بتاعتهم وبيكون كارت المومري بتاعها لسه شغال فبيعرضوا في فيديو اللي لقواه على التلفزيون وبتنتشر كسة جوش وخانته لأخوه في العالم كله وهنا لازم نعرف إن ربنا بيصر عليك مرة واثنين وثلاثة ولو استمرت على الغلطة اللي انت بتغلطه أكيد في يوم حيتعرف وهنا بيخلص فيلمنا أنا عرف إن الفيلم عجبك فإردت تدعمنا باللايك والسبسكرايب وهم حاجة تفعل جرس الإشعارات علشان توصلك بقي ملخصاتنا أشوفكم في ملخص جديد مع السلامة